أعلن رئيس بلدية موسكو أن نظم الدفاع الجوية الروسية أسقط طائرة مسيرة في وسط العاصمة دون وقعي أدرار كبيرة جاء ذلك بعد وقت قصير من أعلن وزارة الدفاع الروسية رصد وتدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلجرود جنوب غربي البلاد كما أعلنت الدفاع الروسي أحباط محاولة أوكرانية لاستهداف السفن الروسية في البحر الأسود باستخدام زورق بحري مصير مؤكدة تدميره قبل وصوله إلى أي سفينة أعلن الرئيس الأوكرانية بلودمير زلنسكي تسلم بلاده منظومة دفاع جوية من طراز آيرس تي قادمة من ألمانيا وفي كلمة له أشار زلنسكي إلى قوة هذه المنظومة مؤكدا حاجة كييف الشديدة لمثل هذه الأسلحة خلال الفترة الرهنة إلى ذلك وفقت الولايات المتحدة على إرسال طائرات F-16 المقاتلة من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها ومنحة واشنطن الدنمارك وهولندا تأكيدات رسمية بأنها ستسرع إجراءات الموافقة على طلبات نقل الطائرة عند حصول طيارين على التدريب الدعم الأمريكي لأوكرانيا مستمر منذ بدء الصراع مع روسيا لتواصل واشنطن إمداد كييف بالمال والسلاح مسؤول أمريكي أكد أن واشنطن وافقت على إرسال طائرات F-16 المقاتلة من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها واسعت أوكرانيا بقوة للحصول على مقاتلات F-16 أمريكية الصنع لمساعدتها في مواجهة التفوق الجوي الروسي المسؤول الأمريكي أوضح أن واشنطن منحت الدنمارك وهولندا تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة ستسرع إجراءات الموافقة على طلبات نقل الطائرات من طراز F-16 إلى أوكرانيا عند حصول الطيارين على التدريب وطلبت كل من الدنمارك وهولندا تلك التأكيدات في الأونة الأخيرة موافقة الولايات المتحدة لازمة لنقل أي طائرات عسكرية من حلفائها إلى أوكرانيا وكان من المقرر أن يبدأ تحالف من 11 دولة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل الطائرات من طراز F-16 هذا الشهر في الدنمارك وتقود الدنمارك وهولندا العضوان بحلف شمال الأطلنطي الجهود الدولية لتدريب الطيارين الأوكرانيين بالإضافة إلى أطقم الدعم وصيانة الطائرات وتمكين أوكرانيا في نهاية المطاف من الحصول على مقاتلات F-16 لاستخدامها في الصراع مع روسيا وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وافق في مايو على برنامج لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات F-16 وسيجري افتتاح مركز للتدريب في رومانيا إلى جانب تدريبهم في الدنمارك وسيجري افتتاح مركز للتدريب في رومانيا إلى جانب تدريبهم في الدنمارك كما تفقد رئيس أركان جيش سولفاكيا دانيل زيميكو جبها في جنوب أوكرانيا وأفادت قيادة الجيش الأوكراني بأن رئيس الأركان التقى المجموعة التنفيذية الاستراتيجية التي تقاتل حاليا في منطقة زابوريجيا الجنوبية وفي جنوب المنطقة الشرقية من دونسك وأضفت قيادة الجيش الأوكراني أن الجانب الأوكراني شاكر سلوفاكيا على المساعدة المادية والفنية التي قدمتها لكييف حصلت وزارة أدفاع الأوكرانية المواطنين في سن تجنيد على تحديث بياناتهم في مكاتب التجنيد التابعة للجيش والتغلب على خوفهم من حملة تجنيد وكان زيلنسكي قد وقع مرسوما بإقالة جميع رؤساء مكاتب التجنيد في الأقاليم بعدما كشف تحقيق على مستوى البلاد عن عشرات القضايا المتعلقة بالفساد والانتهاكات الشجاعة تقهر الخوف هذا هو شعار حملة التجنيد التي بدأت في أوكرانيا ففي ظل استمرار الهجوم المضاد الأوكراني للشهر الثالث حثت وزارة الدفاع الأوكرانية المواطنين في سن التجنيد على تحديث بياناتهم في مكاتب التجنيد التابعة للجيش الحملة معتمدة على مقاطع فيديو جيدة الإنتاج وصور لجنود بارزين مع شهاداتهم التي وصفوا فيها كيف تغلبوا على خوفهم تستهدف التغلب على عقبة رئيسية أمام التعبئة وفي رسالة طمأنة من الجيش الأوكراني طلب الجيش الجميع بتحديث بياناتهم الشخصية مؤكدا أنه لن يجري تجنيدهم تلقائيا في الجيش ولن ينتهي المطاف بكل المجندين بالإرسال إلى ساحات القتال وكان الرئيس الأوكراني بولوديمير زيلينيسكي هو الذي أعلن عن تعبئة عامة بعد العملية العسكرية الروسية في فبراير من عام 2022 وأصبح جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والستين عاما في مرمى الاستدعاء ولكن في محاولة لبناء الثقة بين المواطنين ومراكز التجنيد تعهدت وزارة الدفاع الروسية بالقضاء على الفساد في عملية التجنيد وكان زيلينيسكي قد وقع مرسوما بإقالة جميع رؤساء مكاتب التجنيد في الأقاليم بعدما كشف تحقيق على مستوى البلاد عن عشرات القضايا المتعلقة بالفساد والانتهاكات وتأتي الحملة في الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا على الأرجح تحديات صعبة فيما يتعلق بالتجنيد بينما تعيف مرحلة استنزاف صعبة في صراعها مع روسيا الدائر منذ نحو ثمانية عشر شهر أعتبر نائب منذوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن الأسلحة الغربية تقد كفاءة عن لماذج أسلحة سوفيتية عمرها خمسين عاما وأضاف في اجتماع لمجلس الأمن أن النتيجة الوحيدة لهجوم كياف المضاد كانت مقتل عشرات الألاف من الجنود الأوكرانيين مؤكدا أن الجيش الروسي دمر خلال صد هذا الهجوم مئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية باهظة الثمن وأشار بوليانسكي إلى أن تدريب الدول الغربية للقوات الأوكرانية والتخطيط لعمليات الجيش الأوكراني هو أمر مؤسف وهو ما تؤكده شهادات العسكريين الأوكرانيين الأسرة لدى الجيش الروسي بعد تدريبهم وفقا للمعايير الغربية شدد رئيس البيل الروسي أليكساندر لوكاشنكو على ضرورة أن تكون بلاده مشاركة في محادثات السلام حول أوكرانيا في غضوه ذلك حضر لوكاشنكو من أن بلاده قد تستخدم أسلحة نوية لرد على العدوان مضيفا أنه وفق على خطة عسكرية لسخدمها في حالة حدوث عدوان على بلاده من جانب بولندا ولتوانيا ولاتفيا صرح باتريك رايدور المتحدث باسم البنتاجون بأن الإدارة الأمريكية لا ترى حاليا أي سبب لتغيير موقفها النووي الاستراتيجي جاء ذلك ردنا على سؤال حول احتمال نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضي بلا روسيا وحول استعداد الرئيس البيل الروسي أليكساندر لوكاشنكو المعلن لاستخدام كامل ترسانة بلاده في حالة وقوع عدوان عسكري ضد من السجل قال طعم فيبس نائب المنصق السياسي البريطاني لدى الأمم المتحدة في نيويورك قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر أنه غير جاد بشأن أي سلم وشدد الدبلوماسي البريطاني خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا على مواصلة بلاده دعم أوكرانيا التي تدافع عن نفسها حسب قوله بما يتماشى مع القانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة ندد وزير الخارجي الأمريكي أنطوني بلينكين بالهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية لتصدير الحبوب في أوكرانيا وأشار بلينكين إلى أن هجمات روسيا تمنع وصول الحبوب والغذاء إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها حول العالم وتسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد طرق وممرات يمكنها من خلالها الاستمرار في نقل الحبوب إلى الأماكن التي تحتاج إليها إذ لم تجد واشنطن أي بادرة من الروس تعبر عن رغبتهم في العودة لمبادرة حبوب البحر الأسود هذا وقد وصلت أول سفينة تأشحن غادرت أوكرانيا إلى تركيا رغم التهديدات الروسية والحصار الروسي بحسب ما أظهرت مواقع متابع لحركة الملاحة البحرية يأتي ذلك بعدما أكدت الرئاسة الأوكرانية أن السفينة تستخدم ممرا إنسانيا جديدا أقامته كييف بعدما أطلقت روسيا الأسبوع الماضي طلقات تحذيرية على سفينة شحن متجهة إلى ميناء إزامايل إزامايل على نهر الدنوب في جنوب أوكرانيا أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طايب أردغان أن بلاده طلبت من روسيا تفادي المزيد من التصايد يأتي ذلك بعد إطلاق البحرية الروسية طلقات تحذيرية على سفينة شحن في البحر الأسود نهاية الأسبوع الماضي كانت السفينة سوكرو أوكان المملكة لشركة تركية ترفع عالم بلاو عندما أطلقت عليها البحرية الروسية طلقات تحذيرية وجاء الحادث في خضم تصاعد الهجمات في منطقة البحر الأسود عقب قرار روسيا بعدم تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الشهر الماضي دعوات رئيس الفرنسي الأسبق نيكولاس ساركوزي إلى إلغاء أوكرانيا محايدة وإجراء استغناء يوفدي إلى الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم أثرت موجة انتقادات من جدب سياسيين وخبراء اعتبروا أن مواقفه مغزية وأظهر ساركوزي معرضته لسياسات الخارجية الفرنسية من خلال الدفاع عن حل وسط مع موسكو وكان الرئيس الفرنسي الأسبق قد انتقد كل خيارات السلطات الفرنسية التي عقبت ولايته من ملفات الهجراء إلى الاضطرابات في الضواحي ومن الساحل إلى أوكرانيا موسيقى